أنا لما جعدت مع جدودنا وعمامنا الكبار عشان أجمع هذا الفن لأنه هذا الفن غير مدون مش مكتوب مش مكتوب وصل إلينا شفاهة حفظته صدور وأفواه الحفظة والمحبين فكان يقول لي يا ولدي كان عم محمود بقول لي عم محمود احكي لي حالكم كان شكله ايه كان بيقول لي يا ولدي الواحد فينا لما كان بيلبس جلابية جديدة لازم المحتسب يأخذ عليها ضريبة ويختم لي الجلابية على كتف عشان أقدر نمشي بيها في الشارع يا سياتر فقلت له طبيعا محمود دا احنا عندنا في الصعيد الشمس حارقة وحرد وعرج وطراب وتتوسخ الجلابية قال لي يا ولدي كنا بنقعد بيها لغاية ما تتقطع ما نغسلهاش أو لو غسلناها لازم ندفع ضريبة تانية وتدخدهم مرة تانية هي بان الماء جديدة آه إلى هذا الحد من الإجحاف والظلم والقسوة التي كان يتعامل بيها المحتسب مع الشعب من أجل ذلك كانت الأغراض الشعرية لهذا الفن هي الشكوى من الزمان وغدر الخلان وبعض الحكم والغزليات يعني الرجل الصعيدي كانت الناس بيستكتر عليها أنه هو يقول غزل لا إطلاقا الصعيدي بيقول غزل زي إيه؟ زي إيه؟ ها بيقول بيقول مال الهوى زاد واسمي من يوم بعادهم بدالي زاد واسمي يعني علم فيه الهوى مال الهوى زاد واسمي من يوم بعادهم بدالي سمت ولدها على اسمي خايف تحبه بدالي واحد تاني عايز يتبارى معاه هو في الجعدة قال له آه سيكت شوية كده وقال له خايف أقوله يقوله والجلب مرعوب وخايف خايف أقوله يقوله والجلب مرعوب وخايف أبقي يقوليله يقوله حين تولدي على الشفايف آه هو بيكلم القلة آه إيه الإبداع ده؟ يعني هو مين اللي يورد على مين؟ هي القلة بتولد على الشفايف؟ ولا المفترض الشفايف تولد على القلة؟ مفترض الشفايف تولد على القلة عشان تشرب لكن كون القلة تولد على الشفايف إذن القلة هي اللي عطشانة ورايحة تشرب من الشفايف هذا الإبداع الراقي الإبداع الذي لا تصل إليه حتى شعر فصحة آه يعني هذا الإبداع ومن مين؟ من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب آه إذن هذا الفن عندما بدأ بدأ هكذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر